السلام عليكم خمسي ان شاء الله تكونوا بخير نحكي عن المشكلة تشوفه هذا 11 لتر نحكي عن المشكلة تيرموكوبل 11 لتر أو 5 لتر يقول لك دليل لديك هكذا تضبطها تيرموكوبل تشعب لك تناحي يدك نحن نرى المشكلة الذين قادرين يسرعونها في التيرموكوبل أول حاجة تروح لها تشوفها الأول حاجة الدراء تروح قبل التيرموكوبل هذه هنا ها اضلطت اضلطت تنقيها اضلطت تنقيها وتعودت سي اذا بقى لك نفس المشكل اذهب تقدم المشكلة الذاوج التي هي الكليكسون هذه وأضلطت تنقيها ويجب ثم تصل إذا شعل لك وش تدير هذيك الليكسون ترح تدشري واحدة عليها واحدة أخذها وتعود المنطيات ما يقول لك يكون لك المشكلة ملك الليكسون هذي نقول ورا قدرت هذو زوج خطوات وبقى لك نفس المشكل ما خاطتك تنحي يدك تتفع لك شمع تروح قبال لتسيو هذا هيا تيفيوز تيفيوز ناحية المنطيات نسيب واحدة تتيش واحدة تتيش هنا يتنحي تنحيه وتنحيتي هذا هو تنحيه وتنقيه تنقي هذا وزيوز تروح للباق تحت هنا هذه الباق تنحيها وتنقي هذا كالثقب الصغير الذي يخرج من الوقت أن يكون مبوشي ولك شئ لا تتوصل لك هنا مليح في الترموكوبل متوصلش للترموكوبل كما تتوصل إلى الترموكوبل فإن يحب أن تأخذ لك وتشد لك تدرك الاتفاق تتكلم لتقليلة و جل ما تتوصلش للترموكوبل لكي تشد لك يتم عمدك هذه الخطوات ثاني تذهب الى تستي اذا مليحة او لا ثاني تذهب الى البيك هذا الباك تنقيه تنقي وتنقي تكون اللخ واصلة الترموكوب هذه هي هذه المشكلة من معلومة يتم صورة 5 لتر ومع بلاقبة ومع بلاقبة أفضل لن تتسلم لأن يتحدث هنا من شمعة كان يجب كاغط هنا يشعل بها وكذا هذوك الشوائب بتاع الكاغط وكذا والشمعة يقطره هنا يطيحوه وهذوك الشوائب قادر يجوه هنا في الفلاطة تحت تيرموكوبل ما يخليهاش تيرموكوبل ما تسخونش مليح وثانيك يطيحوه تحت فوق الباقة هذي كما كنتشوفون هاي يبوشيلك هذا الباق ويدلك الشوائب على تيرموكوبل هنا ما تشللكش هذولي بروبلم اللي يكشل بزاف يصرعوا بزاف عند العيبات بزاف ان شاء الله هتكونوا فهمتوا وكاش مشكلة لا خليوا هنا في التعليقات وبرتاجيوا الفيديو ماكسيما وخير الناس تستفاد المبتدئين اللي حابين يتعلموا اللي حاب يخدم واحده في الضار المهم كل واحد وظروفتها وسلام عليكم والناس اللي في الضغمان في الميتين ريتعرف هذا الشيء وسلام عليكم وكاش معلومة عندكم والنفيدو بها ونفيدو بها خاوتنا مع بعض اشتركوا في القناة